السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلب التالتة عدادي حنحل مع بعض ان شاء الله متحيان محافظة بني سويف للترم الأول ياريت قبل مبدأ ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ولو شاهدت كل دروس الجرامر حتلاقيها في الجرامر التالتة عدادي قيمة تشغيل جرامر تالتة عدادي الترم الأول السؤال الأول finish the following dialogue أكمل الحوار الآتي أحمد و سامي بيتكلموا عن هوايتهم سامي رد علي على أحمد هيقوله إيه هيقوله هلو أحمد أهلا يا أحمد هيقوله هلو أحمد I'm fine يعني أنا بخير بعد كده do you like doing any sport هل بتحب تمارس أي رياضة سامي رد علي وأحمد سأل سؤال و سامي قاله I like playing tennis what about you أنا بحب ألعب تنس أنت بتحب تلعب إيه يبقى do you like doing any sport بتحب تلعب أي رياضة قاله yes I do يعني السؤال بهل إجابته yes I do أو no yes I do قاله لي yes لأنه بحب يلعب تنس يبقى what's what's your favorite sport إيه هي رياضتك المفضلة what's your favorite what's your favorite sport قاله إيه tennis I like tennis أنا بحب التنس قاله what about you أنت أو يبت تلعب إيه هيرد علي بحاجة وبعد كده سامي سؤال سؤال و أحمد قاله I play it in the club أنا بلعبها في النادي و أنت يبقى إيه ممكن أي لعبة في النادي ممكن فوتبول فوليبول أي لعبة مندي نخليها فوتبول يبقى what about you هيقوله I like to play football بحب ألعب كرة قدم I like to play football أنا بلعب في النادي يبقى where do you play it يعني أين تلعب where where do you play it أنت بتلعب فين قاله في النادي قاله أنا كمان me too وأنا أيضا السؤال الثاني read and complete the text with words from the following list هنكمل بكلمة من دول بوث يعني كل من shopping تسوق experience يعني تجربة أو خبرة shops محلات neither nor يعني لذا ولا دا تيجي في النافي name يعني اسم yesterday afternoon امبرح بعض الظهر I was walking around the A shop center أنا كنت بتجول في مركز A when I suddenly saw an old friend from primary school عندما فجأة رأيت صديق من المدرسة الابتدائي يبقى around the A shopping center مركز للتسوق shopping center هزيه السليم يبقى هزيه السليم يعني اسمه بيكون سليم we haven't seen each other for years ما شفناش بعضنا البعض منذ سنوات of us we're very happy to meet كل مننا كان سعيد انه يقابل التاني يبقى both of us كل من both of يعني كل من بيجي بعدها ايه ضامن وفعول للوقص now he's a doctor الان هو بيكون طبيب he has much medicine هو عنده ايه كبيرة في الطب عنده خبرة كبيرة يبقى experience much experience يعني خبرة كبيرة much experience I invited him to have lunch دعيته لتناول الغداء he accepted the invitation هو قبل الدعوة بعد كده الكتعة read the following tickets then answer the questions last friday الجمعة الماضية islam and waleed who lived in a village in alexandria islam وwaliد اللي عايشين في قرية في الاسكندرية went fishing on a small boat ذهبوا للصيد في قارب صغير the wizard was sunny and warm التقصق كان مش مسر ودافئ they were very happy هما كانوا سعاداء جدا because they were a load of fish لان كان فيه سمك كتير suddenly فجأت a storm blew هبت عصفة the waves were very high الأموك كانت عالية جدا their port sank القرب بتاحهم غرق and they lost the fish they caught وهما فقدوا السمك اللي هما استدور islam couldn't swim islam لم يستطع ان هو يصبح he asked waleed to leave him and go طلب من waleed ان هو يغدر ويذهب but he refused to let his friends drown لكنه رفض انه اصدقاءه يغرقوا waleed carried islam and swam to an island waleed حمل islam وي صبح بي الجزيرة قريبة luckily okay there was no one there ما كانش فيه حد هناك they were very hungry and tired كانوا جوانين جدا ومرهقين luckily لحسن الحظ there were bananas and days to eat كان فيه موز ويبلح انهم ما يكلوا their families were very worried عائلتهم كانت قلقة جدا at night في المساء they felt cold شعروا بالبرد so they made a shelter from trees عملوا يعني زي مأوى من الاشقار for two days لمدة يومين they went to the sea shore كانوا يذهبوا للشاطئ البحر waiting for any help منتظرين اي مساعدة on the third day في اليوم التالت they saw a ship رأوا سفينة they waved to it يعني أشاروا لها sailors could save them البحارة أنقذوهم they were very happy and decided not to go sailing alone again هما كانوا سعداء جدا وكرروا ان هما ما يذهبوش للبحار بمفردهم مرة أخرى what is the thickest mainly about النص ده أساساً بيكون عن إيه بيكون عن رحلة غريبة يبقى strange trip strange trip يعني رحلة غريبة what does the underlying word seashore mean كلمة seashore شاطئ البحر ممكن يكون معنى ايه beach يعني شاطئ which of the following best describes the boys feeling on the island أي من الآتي بيصف أفضل يعني وصف الشعور الأولاد على الجزيرة أنهما كانوا tired ومرحقين do you think Walid is a brave boy هل تعتقد أن Walid ولد شجاع yes I think so why لأنه أمكز أمكز إسلام من الغرق because he he rescued rescued يعني أمكز إسلام from from he rescued islam يعني carried him هنا carried وبعدين him and swam وصبح B MBA swam to a to an island لماذا هم قرروا لا تفعله مرة أخرى؟ هم قرروا ما يعملوش ايه ثاني؟ انه هم جو سيلن ألون يبقى ايه اللي هم قرروا ما يعملوش مرة أخرى؟ يبقى زي هم قرروا ما يعملوش مرة أخرى؟ مرة أخرى مرة أخرى برأيك ايه كان شعور والدهم لما عادوا للمنزل؟ هم طبعا هيشعروا بالسعادة وبالشكر لربنا يبقى زي انهم طبعا عادوا للحياة مرة أخرى لأنهم كانوا على وشك الموت ويشكروا ربنا بعد كده تشوزة correct answer اختار الإجابة الصحيحة مكان كبير من المياه وارد حوله ده بيسمى ايه؟ بحيرة لما يكون الأرض وحواليها مية يبقى ديك زيرة النعمة مية وجنبها أرض يبقى ديسمى ايه؟ بحيرة لك تسمى ده مع سجل electronically means to a ان انت ترسل رسالة إلكترونية دي معنى ايه ات؟ ايميل ات يعني ترسل بريد إلكتروني kind is the synonym of كلمة لطيف أو طيب نفسه معنى كلمة ايه؟ friendly ودود the suffix turns the verb hear into an noun إزاي نحول الفعل يسمع لإسم؟ طبعا هتبقى السمع السمع اسمه hearing given the flow i-n-g he lost everything he had هو فقط كل شيء كامعي so he is a e لذلك هو بيكون loser خاسر it sounds great يبدو رائع it has nothing to say about it يعني ده رائع جدا ده مفاهاش ايه؟ مفاهاش شيء سلب ان انا اقول عنها it has nothing negative to say about it مفاهاش شيء سلب ان انا اذكره لانه ايه great السؤال الخامس هنكمل بالكلمة الصحيحة we are a new project next Sunday it's arranging احنا نبدأ مشروع جديد يوم الاحد القادم لانه مرتب ده مرتب لما شوف كلمة arranged هستخدم مضارع مستمر للتعبير عن المستقبل لان اشياء مرتب لها يبقى we are وبكتب المضارع المستمر ازاي are starting هنا مضارع مستمر للتعبير عن شيء سوف يحدث في المستقبل لان احنا مرتبين كل حاجة the plane off at 7 pm tomorrow الطائرة سوف تقلع في الساعة السبعة مساء غدا المواعيد السبتة بيختار معاهم ضرع بسيط خصوصا الطائرات او وسائل المواصلات او المحلات يبقى مفرد الطائرة مفرد يبقى في المضارع البسيط ندف فلائس يبقى takes i haven't drunk anything انا لم اشرب اي شيء two hours لمدة ساعتين هنا علامة المضارع التام ده زمن مضارع تام حفو تصريف ثالث اللي بيجي بعضه كلمة مثلا two hours او three hours خمس ساعات ست ساعات هي كلمة four انما امتى اكتب since لما اشوف كلمة clock اكتب since انما هنا عندي hours عدد ساعات we mustn't keep our password secret احنا لا يجب ان احنا نحتفظ بالرقم السري سر؟ لا طبعا we must يجب ان احنا نخلي ايه سر she has played into concerts هي عزفت في فرقتين موسيقيتين بالفعل already بتيجي في نهاية الجملة المسبكة طبعا جملة مضارع ايه مضارع تام ده كده كان حلمت حلم حفظة بنسويف اتمنى تكونوا استفدتوا معي لو في ايه اسئلة تكتبها في الكومنت وبتنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة